طيب يا شباب وصلنا مع بعض الفيديو السادس اللي هنتكلم فيه عن شوية معلومات كده وفيزيائية بقى شوية نتكلم شوية فيزيائية اكتر اخدناهم فوق لها سنة وتانية سنة الفورس والوورك او الانرجي والباور ايه الفرق ما بين الثلاثة مهم الموضوع ده اه مهم او الثلاثة ايه كلمة وورك وايه كلمة انرجي والفرق ما بينهم والباور اللي هي القدرة اللي في الاخر اللي برضو هنعرفها الثلاثة بطريقة مهمة يمكن فرق لي الثلاثة دول جدا الفورس اللي هي القوة الانرجي الطاقة اللي هي انواحة تير قوي فيه نوع من الطاقة اسموك عيناتك انرجي اللي هي ببساطة طاقتك وانت بتجري فيه بوتينشيال انرجي طاقتك وانت قاعد المختزنة جواك وفيه وورك دان اللي هنتعرف عليه دلوقتي وتعالا كده بص معايا في الفيديو اللازيز ده بص هيظهور لك دلوقتي حالا نصور الدراع فالدراع ده هيبقى مختزن انرجي انت واكل الحمد لله فدراعك ده معايا شوية طاقة وقدامي قطعة حاجة كده حديد وعايز اغبطها هنشوف اللي هيحصل فبص كده اهو ايدك ودي قطعة الحديد اللي انت عايز تغبطها فالانرجي دي اول ما هتلمس قطعة الحديد ده كده دلوقتي حالا فيه كوة بتحصل او فيه كوة فيه كوة بص بحركز ركز ركز قطعة الحديد هتبدأ تتحرك تتحرك مسافة ديستنس انها تتحركت مسافة بما ان القوة نتجت ان الماس ده تتحرك ديستنس معاينك كان هنا وبقى هنا اللي حصل قدام عينك ده اسمه الورك دون يبقى الورك دون هو عبارة عن طاقة خبطت جسم بقوة فالقوة اصلا مصدرها جاية من من الطاقة الحلوة دي الطاقة تحولت في صورة قوة والقوة حركت مسافة اهيبقى القوة في المسافة دي هو ده معلم الورك دون اللي هو الشغل اللي تبازل ده بيتقاس بالجول هو اساسه جاي من انرجي عشان كده هو بيتقاس بالجول فبص كده تاني خبطت الجسم الجميل ده فالجسم تحرك لو ما تحركش خبالك ما فيش وورك دون الجسم تحرك اهيبقى هو ده الورك دون فورس في دستانس فورس في دستانس ده اسمه الورك دون اللي هو بيتقال عليه بيتقاس بالجول وايه علاقته بالانرجي هو ده الفكرة ان فيه طاقة اه 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 زهرت في صورة قوة حركت جسم اهي فاليو القوة في الدستانس اللي الجسم تحرك الفاليو دي بيتقال عليها الورك دون اه اه هتنسى معلومة ان الفورس كانت لها قانون ماس في اكس ريليشن الماس لكتلة الحاجة ما هي القتلة ايه هي الماس عشان برضو تفتكرها وفقرك بها كمان شوية القتلة بتاعت جسمك عارف لما بتقف على ميزان والرقم بيطلع بالكيلو جرام ده اسمه الماس بتاعك ده اسمه الماس هو ده الام كتلتك جسمك بيحتوي على اتومز قد ايه يلا جسمي كده ده الماس بتاعي هنعرف فرق بين الماس والفوليم يمكن في الجزء اللي جايي كمان مضروف في الاكس ريليشن طيب يا ميستر اوكي ايه بقى الباور القدرة بص هو الموضوع ده يمكن هتفهمه قوي 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 في شابتر وون بقوة بس انا عايزك تبقى عارفه من النهاردة الباور هو وورك دن الشغل المزول بس بيرتايم بالوقت خلال الوقت ادي خلال الثانية يعني انا بازلت وشغل ادي ايه في الثانية الواحدة ده هيبقى اسمه الورك دن هنعرف دي عملناها ليه هتعرف يمكن في شابتر وون عشان نسهل الفهم على الناس واحنا بنشتري اجهزة كهربائية والحاجات دي بسطناها بكونسب الباور يبقى عشان تبقى فاهم الفورس الورك الباور الانرجي بسرعة كده ايه هم الانرجي الطاقة افتكارك ايه دراعك وانواكل ففي طاقة مختزنة جواه فالطاقة دي ممكن احولها في صورة قوة لما خبطت الماس يبقى الطاقة تحولت لقوة فورس الفورس او المؤثرة على بادي على ماس فالماس تحركت حركة الماس القوة وحركة الماس دي المسافة اللي هو حركة اللي حصل ده اسمه شغلة بازل كأن ايه دي انا بازلت شغل ده اسمه وورك دان نوع من انواع الطاقة نعتبره هو طاقة تحولت في صورة حركة خلاص فده بيتقاس بالجول فدي الانرجي وده الفورس وده الورك واخر بقى حاجة الباور طب الشغل ده حصل فوقات قد ايه ده اسمه الباور وورك دان ده اسمه الايه ده اسمه الباور ودي حلقته بالمناسبة حلوة كده انا عرفك ازاي بنحط حركة مشهورة قوي مهزم يجو كده يقول لك ان باور ايه معناه يقول لك هو هو الورك دان خلاص احنا فهمنا الورك دان اللي هو الشغل اللي بازل على ايه جسم ويحطه الكمية اللي تحت دي بواحد طبعا التايم بتقاس بالسجن فيبقى اي حاجة في الدنيا يعرف لو اسمها هواي بتساوي ايه اكس على زد فدي تقول ايه انواي هو هو اكس لما زد يكون بوان هو ده المبدأ الباور هو هو الورك دان لما التايم يبقى بايه بثانية واحدة عشان يفهموا للناس الفيزيكال كوانتتس بطريقة سهلة شوية طيب حاجة بقى مهمة تانية قوي فارقة بقى معايه اليونتس بحاجة اسمها اكوبلنت يونتس في الفيزيك دي بقى مهمة الفورس بتتقاس بالنيوتن اللي لها رمز اسمه الان عندنا اختصارة الماس بيتقاس بالكيلو جرام عايزك تتعلم دي دي اسمها يونت ودي اسمها اكوبلنت يونت تاني تاني يونت يعني النيوتن هو هو كيلو جرام في ميتر على ساكن سكويرد انا ممكن اكتب خمسة نيوتن او اكتب خمسة كيلو جرام في ميتر على ساكن سكويرد عشان ايه اتوهاك اقولك ده مين ده مستر مهم اه ده في اسئلة معتمدة على اللقطة دي هنعرفها انا من دلوقتي دلوقتي انا بداخل الفكرة وادمارد بعرفها لك طب بقولك ايه زود شوية لعب معي تعالوا هنا نلعب بالرول ده الورك ده انت قطره زي زي الطاقة فبيتقاس بالايه ايوه بالجول يا مستر ماشي واحدة واحدة بالجول اللي اختصاره جيه على طول طب الفورس يا مستر بتتقاس بالايه يا عم انا كاتب لك فيها بالنيوتن صح؟ طب والدي دي مش دي ديستانس اه بتتقاس بالمات يبقى الجول ليكوفلنت يونت ثمان يوتن في متر يبقى يونت وايكوفلنت يونت طب بص بقى الحركة الاسيعة ده دي لها ايكوفلنت يونت تانية ايه يا مستر مش النيوتن فوقه هو انت قلت لي هو هو كيلو جرام في متر على ساكن سكويرد اه يعني انت يا مستر بص بص عاستعمل ايه؟ عاستشي النيوتن دي؟ واكتب بدا لها بص بص كيلو جرام في متر على ساكن سكويرد ايوة 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 طب ما لسه في متر ايوة حطها لهم في متر ايه ده ايه ده؟ طب ما متر في متر يعني ديني متر باور تو ام في ام ام باور تو هنا كيلو جرام على ساكن سكويرد الله 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 مستر ايه ده؟ ده الفيزياء تبدأ بقى تتحذر متقلقش متقلقش كنا بدأ تبقى جامد جدا فيه والله بس نهاردة انت معناها بتدخل جوا عقلك يونت واكوفلنت يونت واكوفلنت تاني طب هو انا بتسئل في ده اه يساعد يجب لك دي على طول يقول لك بقول لك ايه يا دي يونت مين؟ طب انا ابقى حافظها لا دي لعبتي بقى معاك ودي اللي هعرفها لك دورينج السنة اقول لك ازاي ده ترجعه يا معلم لده؟ تقول لك شو هتعرف؟ هتعرفها خليك جامد في القصة دي يبقى ده اسمه يونت اكوفلنت يونت واكوفلنت يونت كمان طيب يا مستر حلوة اللاعبة دي ماشي اهو كيلو جرام في ميتر على ساكن سكويرد وم في ام اللي هي تبقى ام باور تو اخر حاجة هنا اعرف الباور بيتقسم حاجة اسمها واط ده اليونت بتاعته على اسمه عالم كده هتتعرف عليه جول على ساكند ارجي بتاع منين جول على ساكند الورك بالجول والتايم بالساكند خبالك الجول نيوتن في ميتر اه صحي بقى نيوتن في ميتر على ساكند خبالك النيوتن ممكن اشيلها واكتب بادالك كيلو جرام في ميتر على ساكن سكويرد فبصوا اللقطة دي جامدة دي بصوا كيلو جرام في ميتر على ساكند سكويرد في ميتر على ساكند ايه ده ايه ده ايه ده يا مستر فاكر في فيديو الاولاني بتاع الماس اللي انت عدت انت كنت كواحد بتتفرج عليها اذا يعني عاما هعمل الكلام ده بالكالفليتر يا معلم ما كانتش هتجيلك ارقام هتجيلك يونتس فاكر ايوة ايوة تحت اللي فوق بينزل تحت اوبر اللي فوق بينزل تحت ايه ده يعني دي تقوم نازلة يا معلم تحت اللي ناسي دي بقى هلاقيه بي يقلط غير لو يطار ساكند معز ادي عمل حاجات غريبة معين الصاحب بتاع دي ايه ده هينزل تحت فيبقى الساكند في الساكند باور 2 فهتبقى الساكند باور 3 شوفت ان الفيديو بتاع حصة النهاردة ده الفيديو زيه مهمة ازاي ومرتبطة ببعضيها اللي قاعد وصبر لحد دلوقتي عارف اه ان انا انا امعلم والله ما بدايعلك وقتك ده انا بحاول ابقى فوكس ده على الحاجات اللي ايه بص هوب اون بوينت على طول طيب يا مستر خلاص فهمت الحتة دي ساحرة قوي خب بالك منها موضوع نيوتن ده فخب بالك من اليونتس والاكوفلانت يونتس نقطة مهمة قوي هي الفيديو ده كلمنا فيه عن شوية فيزياء يعني ايه فورس يعني ايه وورك يعني ايه انرجي وكلمنا عن اليونتس والاكوفلانت يونتس بتاعهم فمهم جدا 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 افصل لك يا معلم مش كتير بها المرة دي وخش معايا في البارت اللي بعد ايه يلا بينا